اشتركوا في القناة خلينا بس نطلع شريط الزوم ده في أي مكان كده السؤال بيكون موجود تحت يا شباب في الاختبار كده وانتو بتنفزوا لإيه المطلوب واضح نبدأ تمام يعني مثلا في السؤال الأول احنا طبعا هناخد على قد ما نقدر يعني هناخد على قد ما نقدر انا عندي أكتر من ستين سؤال هناخد على قد ما نقدر من الأسئلة على حسب الوقت المتاح لنا في المحاضر بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ السؤال الأول في الشريحة رقم 4 ادرج الصورة الموجودة في مجلد الصور باسم computer.jpg واجعلها بنعكاس مجدود تلامس يبقى أنا أول شيء يا شباب أما يجي لي سؤال زي كده لازم أروح للشريحة رقم كام 4 نروح للشريحة رقم 4 وبعدين عايزين ندرج الصورة هنا اللي اسمها computer.jpg ودي موجودة فين في مجلد الصور يبقى أروح أقول إدراج وبعدين أختار الصور وبعد كده أروح أدور على مجلد الصور أنزل كده على مجلد الصور وأختار الصورة اسمها computer.jpg واضغط إدراج هتيجي الصورة موجودة معانا كده تمام من إدراج تمام ممتاز طيب بعد كده هل كده أنا خلصت السؤال لا هنا بقولي واجعلها بنعكاس مجدود تلامس يبقى أروح هنا يا شباب أروح على تأثيرات الايه أروح على تأثيرات الصور وبعدين أختار انعكاس ودور على انعكاس مجدود ايه تلامس كده يبقى أنا كده خلصت الايه السؤال يبقى دايما الأسئلة اللي فيها أكتر من فقرة يعني حاولوا أن أنت ايه تقرأ السؤال مرة واثنين وانت بتنفذ السؤال نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني يا شباب في الشريحة أربعة ادرج جدول أسفل صورة الكمبيوتر من ثلاث أعمدة وست صفوف طيب نتجاوب السؤال ده إزاي من تبويب إدراج برضو في الشريحة أنا وان في الشريحة أربعة ما زلت في الشريحة أربعة أروح على إدراج وبعدين أختار جدول وبعد كده أختار إدراج جدول ودخل عدد الأعمدة كام تلاتة هنا تلاتة وعدد الصفوف هيكونوا كام ستة ونقول هنا موافق وبعدين بيقول لي خلي اجعل الجدول يكون فين أسفل صورة الكمبيوتر يبقى وقف كده على الإطار الخارجي للجدول واسحبه بحيث يكون أسفل الصورة تمام ممكن نصغره شوية في حد حاوله تشاركه وقول لي حابب أي سؤال يوقفني ويسألني ما عندك أي مشكلة أو ما عندكم أي مشكلة السؤال بعد كده السؤال التالت السؤال التالت يا شباب في الشريحة تسعة في الشريحة تسعة هل ممكن نصغر الجدول ونحركه أو ممكن نصغره يعني مش نصغره لا هنحركه بس أنا بشتغل على المتاحة عندي لا ما تصغروش يعني تحركوه بس في الشريحة لأنه هو هنا في السؤال بيقول لك وإدرج الجدول أسفل صورة الكمبيوتر يبقى تحريق بس لكن التصغير لا في الشريحة رقم تسعة غير تصميم الجدول إلى نمط فاتح اثنين تمييز ستة يبقى أول حاجة أروح أنتقل إلى الشريحة رقم كام الشريحة رقم تسعة وبعدين هيلحظ عندي جدول هيكون عندي جدول فبقول لي غير تصميم الجدول إلى نمط فاتح إلى نمط فاتح اثنين تمييز ستة يبقى احنا نجيب الكلام ده من تبويه بتصميم يا شباب بس بعد محدد الجدول واروح ادور على النمط المطلوب ادى نمط فاتح نختار هنا فاتح اتنين تمييز ستة اللي هو ده كده نمط فاتح اتنين تمييز ايه ستة طيب نشوف ايه ما مشكلة طيب اللي حابب يسأل سؤال واحد واحد تسعة ايه واحد واحد تسعة ده ات مش فاهم عشان بس ما نضيعش وقت اللي يسأل سؤال يكون سؤاله واضح ومباشر عشان اجاوب عليه تمام يعني ملاش الالغاز واحد واحد تسعة الكلام ده مش طيب نروح للسؤال اللي بعد كده الشريحة ثلاثة سؤال رقم اربعة في الشريحة عشرة ادرج الفيديو سانكس دوت ام بي فور ده اسم الفيديو يا شباب من مجلد الصور واجعله بنمط زاوية قطرية مستديرة ابيض والعرض تلاتين والارتفاع اتناشر سانتي وضبطه اسفل العنوان طيب اول شي اروح للشريحة رقم كام الشريحة رقم عشرة طيب انا ادركته هنحزفه ونجيبه تاني وبعدين اروح عشان ادرك فيديو اروح اقول ادراج فيديو ادراج فيديو واقول ادراج فيديو على هذا الكمبيوتر وموجود فين موجود في مجلد الصور يبقى لو روحت على مجلد الصور الاقي الفيديو إثمو ثانكس ضد امي بفور اقول ادراج طيب بعد كده بنمط زاوية قطرية مستدير ابيض مستدير ابيض يبقى روح اجيب هنا الانماط وبعدين اختار زاوية خليكم معايا كده زاوية مستديرة بنمط زاوية قطرية زاوية قطرية مستطيل زاوية قطرية طيب طيب هنا مستطيل الزاوية ومشتوف الحواف زاوية قطرية مستديرة ابيض ديت يا شباب اختارها كده وبعدين بيقول لي والعرض يكون 30 سنتي والارتفاع يكون 12 سنتي واضبطوا اسفل العنوان يبقى اروح اختار هنا الحجم هفتح المشغل تمام واشيل كلمة التأمين علشان اقدر ادخل الارتفاع والعرض بالشكل لنا طلب محتاجه هدخل هنا الارتفاع كام 12 سنتي يبقى احدد هنا واكتب 12 سنتي والعرض هنكتب كام 30 سنتي تمام طيب بعد كده هنروح نوسط الفيديو اسفل العنوان واضح ولا مش واضح يبقى اول شيء ادركت الفيديو وغيرت نمطه وبعدين غيرت الارتفاع وغيرت العرض ها واضح يا شباب ولا عيد طيب السؤال واضح تمام السؤال الخامس طبق التأثير الفني نقش شبكي على الصورة الموجودة على اليسار في الشريحة 5 يبقى انا اروح على الشريحة 5 ونشوف عندي صورتين يبقى اختار الصورة اللي على اليسار واطبق عليها النقش الايه واطبق عليها النقش الشبكي طيب النقش الشبكي ده بنجيبه منين من تنسيق وبعدين اختار التأثيرات الفنية وبعد كده ادور على النقش الايه الشبكي ده نسخة طباعي ده مقطع ده اسمنت نقش ايه شبكي زي كده تمام واروح للسؤال اللي بعد كده في الشريحة رقم 10 اضبط الفيديو ليكون التشغيل تلقائي وارجع بعد التشغيل واخفاء اثناء عدم التشغيل واجعل الفيديو يبدأ من الثانية اتنين ده السؤال يا شباب مهم جدا السؤال ده يبقى اول شي اروح للشريحة رقم كام عشرة نروح للشريحة رقم 10 وبعدين الفيديو اللي انا ادركته من شوية بيقول لي عايزين نضبط الفيديو ليكون التشغيل تلقائي يبقى اروح على خيارات التشغيل واختار هنا التشغيل وافتح السهم واختار تلقائي وبعدين وارجع بعد التشغيل احط علامة صحة هنا عندي ارجع بعد التشغيل واخفاء اثناء عدم التشغيل حط هنا لازم اعمل حاجة اسمها ايه اقتطاع فيديو اضغط على الاقتطاع وبعدين اعمل الاقتطاع هنا يكون ايه من الثانية اتنين يبدأ من الثانية اتنين زي كده حد ماوصل للثانية كام اتنين تمام ونقول هنا موافق يبقى كده هيكون الفيديو اللي عندي هيبدأ من الثانية رقم كام اتنين زي ما انتم شايفين يبعرفنا السؤال ده يا شباب بنقف على الفيديو بروح على خيارات التشغيل بحط علامة صحة عندي اللي هو طلبه مني اللي هو ارجع بعد التشغيل اخفاء اسناء عدم التشغيل وبالنسبة للفيديو يبدأ من الثانية اتنين معناها ان انت تعمل اقتطاع للايه للفيديو واضح واضح يا شباب طيب نشوف السؤال اللي بعد كده طبق النمط شفاف اسود داكن واحد على الرسم البياني الموجود في الشريحة رقم سبعة يبقى اروح على الشريحة رقم سبعة الاقي فيها رسم بياني عايز اطبق عليها نمط يبقى اروح هنا عند تبويب تصميم واختار النمط اللي هو مطلوب طيب النمط اللي هو طلبه اسمه والداكن طيب هو هنا يا شباب انا ظهر مش موجود هنا في الانماط فالسؤال هنا انا كتبه ممكن اكون كتبه قطع فالنمط اللي موجود هنا اللي يناسب التخطيط اللي انا جايبه هيبقى انماط من الانماط اللي موجودة هنا تمام اناقول مثلا النماط ستة تمام يبقى نعدي للسؤال كده طبق النمط مثلا ستة تمام طبق النمط ستة على الرسم البياني الموجود وخلاص لان كل رسم بياني او كل تخطيط بياني بكل نمط فانا ممكن اكون ايه يعني كتبت السؤال مش مظبوط طيب نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال ثماني طبق الحركة الانتقالية مكعب من اسفل مكعب من ايه من اسفل والمدة اتنين طبعا المدة اتنين ثانية على كل الشرائح يبقى مش لازم اقف على شريحة محددة مش لازم اقف على شريحة ايه اي شريحة وبعدين اروع على تبويب ايه يا شباب تبويب انتقالات وبعدين ادور على الانتقال اللي هو طالبه مني اللي هو اسمه ايه مكعب اختار المكعب بس هنا بيقولي مكعب من اسفل اللي انا كلمتكم عليه امس يبقى هنا اختار خيارات الايه ها في حد جاوب من خيارات التأثير من ممتازة من خيارات الايه التأثير اختار هنا المكعب من من الاسفل طيب بس هنا لسه في حاجة على كل الشرائح يبقى اضغط هنا على تطبيق على الايه بس قبل ما اضغط على تطبيق على كل اختار المدة والمدة تكون ثانيتين فاخدوا بالكم من الاسئلة اللي فيها اكتر من فقرة بعد ما خلصت اقول تطبيق على الايه تطبيق على الكل تمام يبقى ونطبق على الكل بس قبل ما نطبق على الكل نختار الوقت اللي هما المدة تكون كام ثانيتين طيب نشوف السؤال رقم تسعة قم بازهار الخطوط الارشادية لكل الشرائح طيب الخطوط الارشادية لكل السؤال ما هو مكتوب على الكل يا عادل مكتوب على كل الشرائح ماشي يا عادل كن بازهار الخطوط الارشادية لكل الشرائح يبقى انا اروح على تبويب عرض وبعدين اختار هنا الخطوط الارشادية يعني ايه الخطوط الارشادية اللي هو بيقسم لي الشريحة لاربع اجزاء زي كده تمام او اربع اربع اجزاء يعني من الشريحة طيب يبقى الخطوط الارشادية من عرض نعمل صحة على الخطوط الارشادية تمام ممتاز السؤال اللي بعد كده طبعا السؤال اللي بعد كده السؤال رقم عشرة في الشريحة تمانية نروح على الشريحة تمانية يا شباب بقول لي هنا استخدم في الشريحة تمانية استخدم التعداد النقطي اللي هو الورد 2016 والكلام ده وقم بتحويله الى شكل زكي قائمة هدف بشكل غائر يبقى هنا هنروح عايزين نحول التعداد النقطي الى شكل زكي smart art يبقى هنروح من الشريحة الرئيسي وبعد الشريحة الرئيسي بس كده وخلاص كمي كمي للإجابة يعني بعد الشريحة الرئيسي طيب اللي عارف يجاوب يا شباب فكروا شوية كده هنروح على الشريحة الرئيسي هذا الشريحة الرئيسي ها نحول منين بقى تحويل طيب هنختار التحويل الى smart art يا شباب وبعدين تمام ممتازة تحميء التحويل الى smart art وبعدين أدور على القائمة المطلوبة اللي هي اسمها قائمة ايه هدف بشكل غائر طيب دي هدف وهنا هندنا هدف بشكل غائر طيب هنا هي قائمة هدف يعني يبقى خلاص نختار قائمة هدف تمام تمام قائمة هدف تمام يبقى هو هنا الايه الشكل الايه لمطلوب خلاص نشيل كلمات ديات قائمة ايه هدف خلاص يبقى هنا كده حولت اللي هو التعداد النقطي الى قائمة ايه قائمة قائمة هدف تمام اه جبنا بعد ما جبنا هنا يا شباب التخطيط اللي هو قائمة هدف هنا اروح بقى اختار انماط ال smart art هفتح بقى ودور هنا على بشكل ايه غائر بشكل ايه غائر اه يبقى هنا جبت النمط اللي هو النمط اللي هو شكل هدف وبعدين هنا اكمل بقى بشكل ايه غائر تمام يبقى هنا قائمة هدف بشكل ايه بشكل غائر تمام نعيد جواب السؤال تاني انا عندي هنا قائمة يا شباب قال لي في الشريحة تمانية استخدم التعداد النقطي وقم بتحويله الى شكل زكي قائمة هدف بشكل غائر يبقى انا اول شيء هروح على الشريط الرئيسي وبعدين اختار هنا ايه التحويل الى سمارت ارت وبعدين ادور على قائمة ايه هدف جبت قائمة هدف بعد كده اجيب من الانماط اللي سمارت ارت يبقى انا جبت التخطيط هدف انماط السمارت ارت هجيبها ايه بشكل غائر نفس فكرة اه هنا خلص بشكل غائر نفس فكرة اللي هو السؤال اللي هو التأثير مقعب من الاسفل تمام او دخول مثلا من اعلى وهكذا يبقى نفس الفكرة بالزبط هنا يبقى انا جبت التخطيط وبعدين جبت الانماط اللي هو شكل ايه غائر طيب نشوف السؤال 11 اضف حركة انتقالية للشريحة واحد على شكل تغطية من اسفل اليسار يبقى اول حاجة اسويها اروح على الشريحة رقم واحد وبعدين عايزين نجيب هنا يا شباب مرحلة انتقالية بس للشريحة دي فقط يبقى هروح اضغط على انتقالات وبعدين ادور على نوع اسمه تغطية تغطية فين التغطية فين فين حد شاف تغطية يا شباب انا معلش ايوة فين في السطر الكام اه تغطية اه اول شيء تاني سطر اول خيار تاني سطر اول خيار تاني سطر ايوة ايوة تمام تمام خفيف ايوة طيب معلش تغطية هنختار تغطية يا شباب وبعدين نختار خيارات التأثير منين من اليسار زي كده تمام طيب هنا ما اضغطش على تطبيق على الكل خلاص انا سويت الانتقال اضغط هنا على خيارات التأثير خلاص معنى كده اللي هتتطبق على الشريحة الايه الاولى فقط نشوف السؤال رقم اه اتناشر في الشريحة التي عنوانها ارشادات استخدام الحاسب الآلي غير العنوان الى ملاحظات اثناء استخدام الحاسب الآلي طيب ننزل بقى ندور كده يا شباب على الشريحة اللي اسمها ارشادات اللي هي اسمها ارشادات استخدام الحاسب الآلي عنوانها اسمه ارشادات استخدام الحاسب الآلي وبعدين بيقول لي هنا قلاص وصلت اللي هي الشريحة رقم 13 غير العنوان الى ملاحظات اثناء يبقى هنا هاختر اغير كلمة بس ارشادات الى كلمة ايه ملاحظات. ملاحظات اثناء استخدام الحاسب الالي. تمام? في حد هنا بيسأل سؤال بيقول لي ممكن نستبدل. ممكن نستبدل يعني مفيش مشكلة ممكن نستبدل. لكن لو انت نزلت كده على الشراحة نفسها وكتبتها مفيش مشكلة. تمام? لكن هو هنا في السؤال ما قال ليش استبدل. هو انها بيقول لي غير. لكن لو قال لي استبدل مسلا عنوان بكسه يبقى استبدل. لكن الادق ان احنا ننزل ونغير الايه? ونغير الاسم زي كده. تمام? لكن هنا ما طلبش مني استبدال. في الشريحة اتناشر. اه في السؤال اتناشر. في الشريحة التي عنوانها خلاص احنا جوابنا السؤال. في السؤال رقم تلاتاشر. كن باخفاء الشريحة تلاتاشر. وازهرها مرة اخرى. يبقى احنا اتكلمني يا شباب على الشريحة رقم تلاتاشر. اه على الازهار عندي طريقتين. ان انا اضغط يمين واقول اه هنا اخفاء. تمام? ممكن اختار اخفاء الشريحة من هنا. وممكن منين تاني من عرض الشرائح اختار اخفاء الايه الشريحة. طيب هنا جاء عليها شرطة كده على الرقم معناها انها مختفية. بعدين بقول لي ازهرها مرة اخرى يبقى اضغط على الاكفاء مرة اخرى. تمام? يبقى الشريحة تلاتاشر ونزهرها من نفس الايه الشيء. تمام انا جاوبت معكم على السؤال. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم اربعتاشر. انشئ عرض مخصص باسم الحاسب الالي متضمنا الشرائح واحد وخمسة وسبعة وتسعة. طيب احنا بنروح يا شباب عشان ننشئ عرض مخصص. فاحنا شرحناه امس. بنروح هنا عندي تبويب ايه? عرض الشرائح وبعدين اختار عرض شرائح مخصص. وبعدين اختار عروض مخصصة واضغط على جديد. وبعدين ادخل اسم العرض المخصص. هنا اسم العرض. هندخل اسم العرض اسمه ايه? الحاسب الالي. يبقى احدد كلمة عرض مخصص واحد واكتب الحاسب الايه? هنكتب الحاسب الالي. تمام? طيب وبعدين عايز اضيف الشريحة واحد يبقى احدد واحد هحددهم كلهم مرة واحدة وبعدين اضغط على اضافة. واحد خمسة سبعة تسعة. واضغط هنا على ايه? اضافة. وبعدين اقول ايه موافق. تمام? وبعدين اقول اغلاق. يبقى انا هنا لو جات افتح ارض شرائح مخصص هلاقى موجود عندي الحاسب الايه? الحاسب الالي. تمام? ممتازة. اه تمام. طيب نشوف السؤال بعد كده? ادرج الملف الفني دي او سي اكسي. بقى ده ملف في نوع ايه شباب. دي او سي اكسي. بقى ملف في نوع ايه? وورد ولا ايكسل ولا بوور بوينت ولا ايه? ده ملف становится. ملف وورد. عايزين ندرجه في الشريحة الموجود في المستندات عايزين ندرجه في الشريحة 14 طيب اروع على الشريحة 14 واروح اضغط على ادراج عنصر تمام? وبعدين اقول له انشاء من ملف واضغط على استعراض واروع على المستندات ودور عندي هنا على المستندات على الملف اللي اسمه ايه? الملف الفني هذا الملف ايه? الفني واقول له هنا موافق واقول موافق تمام? وانتظر لحد ما ييجي الملف عندي في الشريحة زي فكرة ده الملف الفني يا شباب زي فكرة الملف اللي احنا كنا بنجيبه فيه الورد بالزبط نفس فكرة الورد ادراج عنصر طيب نشوف السؤال رقم خمس السؤال رقم 16 في الشريحة 2 قم بقص الصورة على شكل شمس يبقى انا اروع على الشريحة رقم 2 وعايزين ادور على الصورة فين الصورة اللي عندي صورة الكتب هقف عليها وبعدين اضغط على تبويب تنسيق وبعدين اختار هنا ايه? اقتصاص وبعد كده اقتصاص للتشكيل فيه فرق بين القص والاقتصاص للتشكيل يا شباب القص يعني الصورة هتكون عندي الصورة هتكون عندي شوفوا معلش اوضح لكم النقطة ديت لو انا اخترت تنسيق وقلت هنا اقتصاص هنا الصورة هتكون موجودة وانا اسحب المقابط كده اشوف انا عايز اوصل لحد فين يبقى الجزء اللي خارج اللي داخل المستطيل ده هو الجزء الجديد لكن الاقتصاص على للتشكيل يعني انت تقدر توصها على شكل مثلا شمس على شكل سحابة على شكل هلال على شكل اي شكل من الاشكال اللي موجودة زيك على شكل دبوز زينة مثلا اهوت كده تمام وهكذا طيب يبقى احنا عايزين نقصها الوقت على شكل ايه? على شكل شمس يبقى اختار هنا شكل ايه شمس ولازم يظهر عندي كلمة ايه شمس لو سمحت استاذ انا عندي اه قص وبعدين اختار القص الملأمة على شكل او في شكل ما عندي اكتصاص ايه تمام ايه تمام اختصاص ده ده اوفيس 365 اقتصاص للملأمة عادي ما هو مشكلة شكرا طيب في حد تاني له اي سؤال ايه معارف اكتب ايه اختار تمام تمام ماشي السؤال رقم سبعتاشر خلينا يا شباب نمشي مع بعض خطوة خطوة ايه حاجة يكلمني السلي في الشات المهم ما تفوتوش سؤال غير ما تفهموه ادرج العرض التقديمي الصلاة في المستندات واضفها في الشريحة خمستاشر يبقى احنا هنروح هنا على الشريحة كام خمستاشر حاجة عايزين ندرج هنا يا شباب العرض التقديمي اللي هو اسمه ايه الصلاة هنروح نقول ادراج نفس السؤال بالضبط عنصر وبعد كده اختار انشاء من جديد ودور على استعراض وروح على المستندات ودور على الصلاة واقول هنا ايه موافق واقول موافق تمام طيب لو انا جيت هنا العرض مش واضح معايا لو مش ظاهر معايا كده هضغط يمين واختار عنصر وبعدين اقول له هنا اظهار تمام لا هنضغط ما عليش هنضغط يمين عنصر ونقول تحرير زي كده تحرير زي كده تمام واضغط برا خارج خارج الشاشة يبقى انا كده الوقت عندي عرض يا شباب ده عرض موجود عندي عرض اللي هو ايه الصلاة واضح ولا عيد هنروح زي ما بتدرج اي ملف بالضبط ادراج عنصر وتجيب ملف البوربوينت بس هنا البوربوينت هتضغط عليه يمين وبعدين تختار عنصر وبعدين تقول ايه تحرير لو انت عايز تحرر فيه او لو انت مثلا هنختار تحويل تمام هم 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 دينا شوية كده اما نشوف الجهاز معانا معلق كده طيب خلص يبقى احنا هننكر عليه يمين وبعدين نختار عنصر وبعدين نختار ايه نختار تحرير وبعد كده نضغط خارج ايه داخل الشريحة يعني خارج العرض داخل الشريحة طيب في حد له اي سؤال واضح طيب نشوف السؤال اللي بعد كده حول القائمة الموجودة في الشريحة 18 ودا سؤال مهم جدا في الاختبار يا شباب اه الموجود في الشريحة 18 الى قائمة من عمود واحد طيب انا انزل على الشريحة رقم 18 هلاقي في قائمة فيها تمام حد عارف الاجابة عايزين نحولها الى قائمة من عمود واحد يلا فكروا بقى معايا شوي كده من تخطيط من تخطيط لا مش من تخطيط ما فيه طيب ما فيش تخطيط لا بعدين فين تخطيط يعني ما في تبويب اصلا اسمه تخطيط الشريحة الرئيسي هنروح على تبويب الشريحة الرئيسي واختار مجموعة فكرة هاختار اضافة اعمدة او ازالة اعمدة وافتح السهم واختار عمود واحد كله بالكو علشان السؤال ده اشوف هنا جاء القائمة في عمود ايه في عمود واحد بس السؤال ده مهم جدا يا شباب تمام اعيد تاني والله واضح عندي قائمة احدد القائمة هاقف عليها كده وراء تبويب الشريحة الرئيسي وبعدين من مجموعة فكرة في عندي هنا اضافة وازالة اضافة اعمدة او ازالتها افتح السهم وقول عمود ايه عمود واحد طيب انا عدت خلاصة مرة ثانية عدتة السؤال السؤال الرقم 19 اضبط اعدادات صفحة النشرة لتباعد ثلاث شرائح في الورقة مع ازهار الرأس والتاريخ اعلى الورقة طيب احنا اتكلمنا يا شباب امس على الشكل الرئيسي للشريحة تمام طيب نشوف برضو الشكل الرئيسي للنشرة ما يقولي هنا اضبط اعدادات الصفحة تمام ثلاث شرائح يبقى هقوله هنا عزد الشرائح كام احدد ثلاثة تمام وبعدين مع ازهار الرأس والتاريخ اعلى الورقة يبقى اطلع هنا اكتب الرأس تمام هندغط هنا المفروض مش هنكتب رأس احدد بس هنا عند علامة صحة على الرأس تمام وايه ثاني التاريخ وحط علامة الصحة عند التاريخ ما مكتوبش اي شيء خلاص احدد بس واقول هنا ونقول حفظ وبعدين نعمل اغلاق عرض الشكل الرئيسي طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو رحت قلت ملف طباعة وجيت اخترت هنا اللي هو طباعة النشرات هيكون شكل النشرة عندي زي كده يعني ايه نشرة يا شباب عشان اللي حابب يسأل السؤال ده يعني ايه نشرة؟ يعني ما انا بحط الشرائح كلها وبكتب هنا الملاحظات اللي انا عايزها قدام صورة كل ايه؟ كل شريحة انا اكتب الملاحظات زي كده اسمها نشرة اتلاحظ هنا ان موجود عندي هنا اه الراس انا كاتب الراس معهد الخوارزمي وضايف التاريخ يبقى ما يجي في السؤال واللي اضبط اعدادات صفحة النشرة يا شباب يبقى من تبويه بعرض في عندي ثلاث حاجات اخد بالي منهم الشكل الرئيسي للشريحة ده كلمني عنه امس في محاضرة امس اللي حابب يرجع للمحاضرة والشكل الرئيسي للنشرة تمام؟ احنا هنا في الشكل الرئيسي للنشرة نقدر نعمل ايه؟ نقدر نختار حجم الايه؟ الشريحة ممكن نختار عدد الشرائح اللي هتكون في النشرة تمام؟ تلاتة تمام؟ وبعدين هنا بيقول لي ضيف الرأس ضيف الرأس وضيف التاريخ يبقى حط علامة الصح وضيف هنا علامة الصحة في التاريخ واقول اغلاق تمام؟ اظن سؤال ساهل مفهوش ايه مشكلة تمام؟ يعني نفس فكرة ممكن يعني زي الاعلانات طيب نشوف السؤال اللي بعد كده سؤال رقم عشرين طيب في حد له ايه اسئلة؟ واضح بسؤال رقم عشرين ادرج المخطط مدرج تكراري في الشريحة اتناشر واستخدم الافتراضي ابقى اروح على الشريحة رقم اتناشر وعايزين ندرج هنا المخطط التكراري يا شباب طيب ندرج المخطط التكراري من اين؟ من ادراج وبعدين اختار مخطط وبعد كده انزل اختار مخطط ايه تكراري تمام؟ اده مدرج التكراري او مدرج تكراري معلش وبعد كده نضغط على ايه؟ موافق طبعا هنا بيقول لي استخدم الافتراضيات او الافتراض يعني ايه؟ يعني ما نغيرش اي شيء خلاص زي ما هو ظاهر معي خلاص اسيبه زي ما هو نشوف السؤال اللي بعد كده من ادراك تمام السؤال رقم واحد وعشرين في الشريحة اتنين قم بتعبئة صورة الشمس باللون الاصفر وتخططها باللون الازرق السؤال ده مهم جدا يا شباب بس هنا احيانا في الاختبار ما يجيب ليش شكل جيب لي صورة سيارة تمام؟ فهي نفس الفكرة بالظبط فانا هروح للشريحة رقم اتنين هقف على الشكل انا عايز اعبي الشكل باللون الاصفر يبقى اختار تنسيق واختار تعبئة الشكل واختار اللون الاصفر لازم يظهر معي هنا لون اي اصفر طيب وتخطيطه يعني ايه التخطيط اللي هو اطار الشكل اه من الالوان القياسية وبعدين التخطيط يقصد به اللي هو الخط الخارجي للشكل اللي هو الخارجي ده طيب هم نروح نجيب الاطار وبعدين اختار اللون الايه الازرق تمام؟ طيب اذا طلب مني بقى التخطيط يكون بحجمه معين والكلام ده كله ممكن نختار من السماكة زي كده انا هكبره لكم بس عشان تشوفه بس تمام؟ يبقى احنا اخترنا هنا السماكة كام يا شباب اخترنا السماكة اربعة ونصف طيب يبقى هنا في الشريحة ثلاثة قم بتعبئة الصورة وتخطيطها باللون الازرق والسمك نزود كده والسمك اربعة وايه ونصف خدوا بالكم من السؤال يبقى سواء الاطار تمام ممتاز يبقى سواء كان سيارة شكل اي شيء يبقى يقصد باللون تعبئة اللون الاصفر والتخطيط اللي هو التخطيط الخارجي او الحدود الخارجي السمكة يظهر لنا باللون اه يظهر او اطار الشكل اطار الشكل انا لا هختار اللون الاول وبعد كده هيقفل معي هيغلق معي هروح افتح ثاني واختار السماكة تمام لو ضعيف ما يظهر يعني يظهر او ما يظهر انت بتختار المطلوب وخلاص لكن لو طلب منك سمكة اربعة ونص اتنين تلاتة خلاص انا بختار المطلوب لكن انا مش عشان ما اظهرش اروح ازوده شوية لا طبعا لا اذا طلب مني السمكة اربعة ونص بس انا كتبت في السؤال هنا عشان اوضحها لكم طيب السؤال ده مهم يعني السؤال موضوع اللون والتخطيط عفو كن بازهار جزء التعليقات في العرض التقديمي واحزف كل التعليقات السؤال ده مهم جدا برضو سؤال من اسئلة المهمة في الاختبار 春 PI نروح نعرض تعليقات مين يا شباب هنقف على اي شريحة وبعدين اروح اضغط على إدراك واقول تعليق يبقى انا هنا اظهرت جزء التعليقات ده رقم واحد بعدكد بيقول يحزف كل التعليقات من العرض يعني ممكن يكون عندي تعليق في الشريحة النين عندي تعليق في الشريحة الخمسة تعليق في الشريحة عشره انا هروح اقف هنا علي التعليقات اللي زاهرة واضغط هنا على زر الايه او على مفتاح الحسف زي كده تمام وبعد كده هروح على السابق على اي فيه لسه احزف لحد ما يبقوا الاتنين هنا ايه ياخدوا لون باهت كده خدوا لون باهت معناه ان ما عادش فيه تعليقات اه لين باهت لحد ما يكون باهت يبقى هنا خلاص ما فيه تعليقات اخر تمام يبقى السؤال ده مهم جدا سؤال ازهار التعليقات واحزف كل التعليقات من العرض احنا نروح على التالي ونروح على الايه على السابق طيب السؤال اللي بعدك سؤال رقم 23 زي ما قلتلكم يا شباب جهزوا نفسكم بكرة اللي هيبقى جاهز لاختبار الورد يعرفني اسمه تمام اللي جاهز يقول انا جاهز للاختبار طبعا الاختبار هيتحدد بعدها على طول يعني ممكن بعدها بسبوع يوم الخميس اللي بعده يعني الكلام ده يعني اللي مش جاهز يقول لي مش جاهز لكن لازم اخد رد من الجميع كل اللي موجودين معايا في الدورة يعطوني رد يدخلوا او لما مش جاهز الوقت خلاص عشان ابلغ الاسماء ديت للايه ليه مشرفين الاختبارات السؤال رقم 23 وبكرة ان شاء الله يكون اخر دورة اخر محاضرة معانا في دورتنا دورة الامو اس ان شاء الله احفظ العرض التقديمي السؤال رقم 23 احفظ العرض التقديمي كملف بي دي اف على سطح المكتب باسم الاختبار التجريبي هنا هنروح يا شباب من قائمة ملف تمام زي تمام ممتازة هنروح على حفظ باسم وبعدين اختار هنا بيقولي على سطح المكتب هاختار سطح المكتب وبعدين انزل هنا اخطار البي دي اف اذا بي دي اف طيب اسم الملف ايه هقولهου هنا الاختبار التجريبي الاختبار التجريبي تمام على سطح المكتب هوتتاكد بي دي اف واسم الملف هولو حفظ كده بيحول الملف الى ايه الى بي دي اف يعني كل ملفات الاوفيس او كل برامج الاوفيس عفوا اقدر احولها البي دي اف وملفات البي دي اف اللي هي صورة يا شباب زي كده خلاص زي كده بالظبط ده عبارة عن ايه صور الشرائح عندي اصباحة صور زي كده هلنغلقه لا هو في الاختبار هو مش هيفتح البي دي اف خلاص هو يبقى حفظه وخلاص مش هيفتح يعني تمام لكن اذا فتح معنا خلاص لكن هو غالبا مش هيفتح في الاختبار مش هيفتح معنا بس بتحوله وخلاص السؤال رقم 24 ادرج مقطع جديد اعلى الشرائح باسم اختبار تجريبي بار بوينت طيب هنا بقى يا شباب السؤال ده مهم برضو ان احنا عايزين ندرج مقطع ايه فين مشاركاتكم يعني انا مش عايلكم اجهزوا عشان الاسئلة الاختبار اليوم يعني عايز مشاركات شوية يعني تشاركوا معنا شوية ادرج مقطع جديد اعلى الشرائح باسم اختبار تجريبي بواربوينت يبقى هنا هنروح يا شباب عند اول شريح تمام تمام وبعدين نروح نجيب المقطع نجيب المقطع منين عندي طريقتين طريقة الاولى من الشريط الرئيسي يقول مقطع وبعدين اقول اضافة مقطع تمام لحظة هنروح نوفى على الشريحة الاولى مقطع اضافة مقطع وبعدين اكتب الاسم عندي هيكون اسم ايه الاختبار اسمه اختبار تجريبي بواربوينت اختبار تجريبي بواربوينت بوار بوينت ونضغط هنا نقوله بعد التسمي يبقى هيظهر عندي هنا اسم المقطع فوق ممكن اغلقه افتحه وهكز لو اغلقته كده تمام وممكن ايه نفتحه او او الطريقة التانية عشان اجيب مقطع اننا اضغط ايه اضغط 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 اضافة مقطع مقطع او قسم احيانا يقول لي في السؤال قسم واحيانا يقول لي ايه مقطع دي اتنين واحد طيب وصلنا للسؤال كام يا شباب السؤال 24 طيب نشوف السؤال 25 في الشريحة 4 اضف ظل داخلي لاسفل يسار على صورة اشارة المرور كيب انا هروح على الشريحة رقم 4 ونيجي هنا على اشارة المرور وعايز اضيف ظل داخلي لاسفل اليسار يبقى هنا نسويها منين من تنسيق وبعدين اختار تأسيرات الصورة وبعد كده اختار الظل وادور في الظل الداخلي اللي هو ظل داخلي لاسفل اليسار ظل داخلي لاسفل اليسار ده الاسفل اليمين ده الاسفل اليسار زي كده بس نحدد الصورة وبعدين نختار تأسيرات الصور تمام السؤال رقم 26 اضبط اعدادات الطباعة بحيث لا يضبع الشرائح المخفية طيب عايزين نضبط هنا ما قالش اضبع اضبط بس الاعدادات يبقى فيه فرق يا شباب نضبط الاعدادات واطبع فهنروح نقول ملف وبعدين نختار تباعة وبعدين نختار هنا طباعة كافة الشرائح هفتحها تمام وبعدين هختار هنا طباعة الشرائح الايه المخفية تمام طبعا انا ما عندي شرائح مخفية فعشان هنا مش ظاهر طيب تعال روح نعمل شريحة مخفية كده هنروح نقف على الشريحة كده اضغط على يمين وقوله اخفائي الشريحة تمام ونعمل حفز زي كده وبعدين اروح اقول ملف ايه طباعة وبعدين اختار هنا هنا ظهرت معي طباعة الشرائحة الايه المخفية طب السؤال كان بقولي نطبع الشرائحة المخفية ولا لا نطبعها لا نطبع الشرائح يبقى شيل علامة الصح من هنا هنشيل علامة الايه الصح من هنا تمام نزيل العلام ممتاز طيب لحد كده يا شباب يعني انتم ما شاء الله ممتازين السؤال رقم 27 كن بتغيير اسم الشكل الرئيسي للشريحة الى اختبار تجريبي MS طيب عايزين نغير الاسم اسم الشكل الرئيسي للشريحة الى اختبار MS طيب احنا جاوبنا السؤال ده امس يا شباب حد عارف ندخل ازاي ها ندخل منين من تبويب عرض بعدين اختار الشكل الرئيسي للشريحة وبعدين اطلع على الشريحة الرئيسية الكبيرة بقى اللي احنا قلنا عليها دي اسمها الشكل الرئيسي للشريحة وانقر عليها كليك يامين وقول اعادة تسمية الشريحة الرئيسية هتلاقي مكتوب عندي رابطة هاحزف الاسم اللي مكتوب وهكتب اختبار تجريبي MS ونقول اعادة ايه؟ اعادة تسمية تمام؟ بانا كده سميت الشكل الرئيسي للشريحة ولا تنسوا تضغطوا على اغلاق عرض الشكل الرئيسي واضح؟ طيب السؤال رقم تمانية وعشرين السؤال رقم تمانية وعشرين اضف النص البديل للصورة في الشريحة اربعة اللي هي اشارة المرور صورة اشارة المرور يعني العنوان هيكون اشارة مرور والوصف الوان اشارة المرور يبقى اول شي اروع على الشريحة رقم اربعة وروع على صورة اشارة المرور وانقر عليها واختار هنا عندي حاجة اسمها تحرير النص البديل هيطلع لي هنا الوصف بالاخر هنا الوصف هكتب الوصف ايه؟ عفوا هكتب العنوان اشارة مرور اشارة مرور اشارة مرور وفي الوصف هنكتب هنا هنكتب هنا الوان اشارة المرور تمام؟ بس واغلق واضح؟ نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال 29 اضف حركة دخول انقسام افقي الى الخارج على الجدول الموجود بالشريحة اا 3 واجعل الحركة تتم بعد السابق يبقى اروع على الشريحة رقم 3 وبعدين اجي على الجدول يعني اجي على الجدول احدد الجدول في جدول وفي شكلها احدد الجدول وبعد كده اختار حركة دخول يبقى اروح اضغط على حركات وبعدين اختار هنا تحرك للداخل اضف حركة دخول انقسام لا اختار انقسام وبعدين اختار خيارات التأثير انقسام الى الايه؟ انقسام الى الخارج تمام؟ يبقى هنا انقسام افق يا شباب زي ما قلتلكم بياخد كلمة من هنا اللي هو انقسام وبقيت السؤال من ايه؟ من تأثيرات الايه؟ الحركة من خيارات تأثيرات الايه؟ الحركة واجعل الحركة تتم بعد السابق يبقى هنا ما خلصتش السؤال اروح افتح السابق بدل ما اقول عند النقر هقول بعد الايه؟ بعد السابق يعرفنا كده ازاي نجاوب على السؤال زي ده؟ اضف حركة دخول انقسام افقي الى الخارج على الجدول الموجود بالشريحة 3 واجعل الحركة تتم بعد الايه؟ واضح يا شباب؟ واضح تمام السؤال 30 في الشريحة 5 في الشريحة 5 عدل الحركة الانتقالية لتكون كرسى عسل كرسى عسل والمدة 5 ثواني طيب انا عايز اطبق على الشريحة دي فقط ما قاليش على كل الشرائح يباروه على انتقالات واختار هنا كرس ايه؟ كرسى عسل طيب هاسأل سؤال كده هل الكرسى العسل له خيارات تأثير؟ ها؟ له خيارات تأثير ولا لا؟ لا ما في خيارات تأثير تمام يبقى كرسى العسل مفيش خيارات تأثير يا شباب والستائر مفيش خيارات ايه؟ تأثير بس لا تضغط على تطبيق على الكل طالما ما قاليش تطبيق على الايه؟ على الكل السؤال واحد وثلاثين في الشريحة 11 السؤال ده مهم جدا يا شباب ومن الاسئلة الجديدة اللي في الاختبارات اضبط محازات الدوائر الثلاثة واخدناها امس في الشرح لتكون مركزها على استقامة واحدة وبتباعد افقي متساوي طيب حد عارف نجاب استوالت ازاي؟ انا شرحته امس اول شيء عندي ثلاث دواير هما تجريد دايرة الصفرة والحمراء والزرقة هحدد دايرة الصفرة واضغط كنترول وحدد الحمراء وحدد الزرقة يبقى لازم الثلاث دواير يكونوا محددين معي وبعد كده هنروح على تبويه بتنسيق وبعدين اختار المحازات وبعدين اختار المحازات الى المنتصف هيقولي هما التلاثة يعني مركزهم على استقامة واحدة بس لسه تكملت السؤال وبتباعد افقي متساوي هلاحظ هنا ان الدايرة الحمراء والصفرة مسافتها او بعدهم ازاي الدايرة الحمراء والزرقة يبقى اختار محازات واختار توزيع ايه؟ افقي توزيع افقي المسافة بينهم التلاتة هتكون متساوي تمام؟ محازات تمام؟ صح بس هنختار المحازات الى المنتصف وبعدين نختار التوزيع الايه؟ الافقي طيب واضح يا شباب اقل نسبة مشاركات معاكم اليوم اقل نسبة رغم ان اهم محاضرة السؤال رقم اثنين تمام؟ السؤال رقم اثنين وثلاثين اضف تخطيط شريحة جديد اضف تخطيط شريحة جديد برضو من الاسئلة الجديدة اضف تخطيط شريحة جديد باسم معهد الخوارزمي واضف عنصر نائب صورة على اليمين وعنصر نائب محتوى على اليسار من الاسئلة الجديدة يا شباب السؤال ده تمام ممتازة من الشريحة الرئيسي يبقى هنروح نضغط هنا ونختار هنروح الاول نختار عرض ونختار الشكل الرئيسي للشريحة واقف في اي مكان هنا في التخطيط واروح ماقولش بقى ادراج الشكل الرئيسي للشريحة لا اقول ادراج ايه؟ تخطيط ادركت التخطيط تمام؟ بس هو هنا بيقول لي عايزين نسمي التخطيط ده معهد الخوارزمي يبقى انكر عليه يمين واقول اعادة التسميع واقول هنا معهد الايه؟ معهد الخوارزمي واقول اعادة التسميع طيب خلو بالكم لسه ما خلصناش عايزين اضف عنصر نائب صورة على اليمين يبقى هنا على اليمين عايز اضيف عنصر نائب صورة وعلى اليسار عنصر نائب محتوى يبقى هاجئ اختار ادراج عنصر نائب واختار صورة وارسم الصورة كده طيب وبعد كده اروح اضغط هنا على ادراج عنصر نائب واختار محتوى اللي هو بيكون فيه بقى الجدول والصور والفيديو والكلام ده كله تمام وبعد كده اضغط بره خارجه موال 2 والاغلاق عرضي الشكل الرئيسي يبقى ايه اللي انا عملته الثلاث اشياء سميت التخطيط باسم ايه معهد الخوارزمي واضفت عنصر نائب صورة واضفت عنصر نائب محتوى وهو الاغلاق طيب لو انا جيت عايزة اشوف بقى الكلام ده حصل ولا لا اروح افتح شريحة جديدة اتلاقي موجود عندي هنا معهد المفروض يكون عندي هنا معهد الخوارزمي او معهد الخوارزمي تمام اقدر اضيف صورة وادر اضيف هنا ايه من المحتوى واضح يا شباب السؤال ده لانه من الاسئلة الجديدة اللي هي في الاختبارات تمام واضح في الشريحة رقم خمسة يبقى اطلع على طول على الشريحة خمسة قبل ما كمل السؤال طيب نشوف كده لو في حد له اي سؤال واضح الشريحة رقم خمسة اجعل العنوان تباعد احرف مكسف بمجدار تلاتة نقطة طيب رحت للشريحة رقم خمسة وبعدين هقف على العنوان وبعدين اجي من مشغل الخط مربع محوار خط وبعدين اختار تباعد الاحرف وهنا بيقول لي مكسف بمقدار كام؟ بمقدار تلاتة يبقى هتزود هنا لحد ماوصل الى تلاتة واقول موافق تمام؟ يبقى انا زبطت هنا ايه؟ تباعد الاحرف للعنوان بمقدار كام؟ بمقدار تلاتة طيب نشوف السؤال اللي بعد كده 34 في الشريحة 16 كن بتجميع الصورتين واجعل محازتهم للوسط طيب تعالوا نروح للشريحة 16 طيب هختار الصورتين طب هم الوقت معمول لهم تجميع هفك التجميع عشان اعرفكم بنسوي التجميع ازاي هنحدد الصورة الاولى واضغط كنترول وحدد الصورة الثانية واروح على تبويض تنصيق واختار تجميع وبعدين اختار هنا ايه تجميع يبقى هما الاتنين يصيروا ايه؟ صورة واحدة يكونوا صورة واحدة أو يكونوا صورة واحدة بعدين واجع المحازاتهم للوسط يبقى روح على الشريحة الرئيسي لا هنروح هنا على تنسيق نختار المحاذاة وبعدين نختار محاذاة إلى الوسط محاذاة إلى الوسط يبقى أي شيء يتعلق بالصور تمام يبقى من هنا من محاذاة ونختار على الوسط واضح ولا عيد تاني واضح السؤال 34 ولا عيد مش مطلوب منكم غير أنه أنت تكتبوا عيد أو واضح بس تمام طيب السؤال رقم لو نص من الشريط الرئيسي لو نص يا شباب يبقى محاذاة للوسط يبقى من الشريط الرئيسي نختار اللي هو المحاذاة اللي هي تتعلق بالإيه بأمن نصوص السؤال رقم 35 عايزين ناخد اليوم أي قدر كده من الأسئلة ونكمل بكرة إن شاء الله السؤال رقم 35 من الأسئلة المهمة جدا اجعل خلفية الشريحة تسعة بتعبئة متدرجة ضوء موضعي علوي التمييز اتنين يبقى ده كله ده اسم الايه؟ اسم التعبئة شعاعي ومن نوع شعاعي كمان طيب نروح الأول للشريحة تسعة وبعد كده نشوف اللي هي المواضيع هتمشي ازاي؟ نروح الشريحة تسعة وبعدين عايزة غير خلفية الشريحة يبقى روح على تبويب تصميم تمام؟ هروح على تبويب تصميم وبعدين أختار تنسيق الخلفية وبعد كده أختار تعبئة متدرجة وبعد كده بيقولي نوع التعبئة ضوء موضعي علوي يبقى افتح هنا ودور على ضوء موضعي علوي ضوء موضعي علوي التمييز اتنين ضوء هنا اه ضوء موضعي علوي التمييز اتنين طيب وبعدين وبعدين يكون شعاعي يبقى اختار النوع شعاعي يعني عندي خطي عندي شعاعي تمام؟ هاختاري ايه؟ شعاعي طيب وبعد كده بيقولي اطبق تطبيق على الكل ولا خلاص؟ لا لو الشريحة دي بس يبقى هاختار هنا ايه؟ خلاص هزبط الاعداد واسيبها وخلاص اعمل اغلاق لكن لو قالي تطبيق الكلام ده كله على الكل هضغط تطبيق على الايه؟ على الكل اخدوا بالكم من موضوع تطبيق على الكل في تنسيق الخلفية في الانتقالات تمام؟ الاتنين دمت اللي احنا بنركز عليهم في موضوع تطبيق على الكل او عدم تطبيق على الكل طيب السؤال ستة وتلاتين نكمل يا شباب ولا ايه رأيكم؟ ها نكمل نكمل الكل يجاوب نكمل نكمل طيب عشان انا بس ايه شايفكم كده مش طيب نكمل السؤال ستة وتلاتين فعل خيارات الطباعة التالية اللي هي طباعة خطوط ترطايب كرسومات وطباعة عالية الجودة طيب عايزين نفعل الخيارين دمت يا شباب هنروح ندخل على ملف خيارات تمامي عادل هنضع على ملف خيارات وبعدين ندخل على خيارات متقدمة وانزل على الجزء الخاص عندي جزء العرض في جزء الطباعة هحط علامة صحة عندي طباعة خطوط ترطايب كرسومات وجودة عالية ولا تنسى تضغط على موافق خطوط الترطايب يا شباب عشان اللي هيسأل دي اللي هي بتكون الخطوط المزخرفة يعني خطوط نوع من انواع الخطوط بيكون عليها زخارف يعني تمام ودي تقدروا تنزلوها من على النت يعني طيب الخطوط دي لو انا استخدمتها في الشرائح لو انت عملت الخيار هنا خلاص تقدر تطبع معاك تمام تظهر الخطوط كما هي مش احيانا احنا ساعات نسوي خط ونجي نطبعه نلاقيه اختلف الطباعة عن الخط الموجود على الشاشة فهنا ده احنا بنفعل الخيار علشان كده خيار خطوط الترطايب دي نوع من انواع الخطوط فهو الموافقة طيب السؤال رقم 37 غير ترتيب الشكل الزاكي في الشريحة 6 ليكون من اليمين الى اليسار وقال لي هنا هيكون اسم المدرب حسن الدسوقي طيب نشوف هنا في حد كده يسأل سؤال خط النص يصد ولا خط لا هنا بقول لك لو انت بعد كده استخدمت خطوط ترطايب لو انت استخدمت خطوط ترطايب تظهر في الطباعة تظهر معك في الطباعة كما هي على الشاشة قال لي الخطوط المزخرفة تمام طيب نشوف السؤال بعد كده احنا وصلنا فيهن السؤال 37 اروح للشريحة رقم 6 عندي يا شباب هنا بقول لي غير ترتيب الشكل الزاكي ده ترتيب الشكل الزاكي تمام هو هنا بقول لي عايزيني يكون من اليمين لليسار باسم المدرب حسن يبقى هاجي محدد الشكل تمام واروح على كلمة المدرب انا عايز اجيب المدرب كمان بعد ما حددت الشكل احدد المدرب كمان داخل التحديد الشكل واروح اختار تبويب تصميم وقول تحريك لاعلى وتحريك لاسف لو قلت تحريك لاعلى لأ هتروح ناحية اليمين هقول تحريك لاسف تحريك لاسف جاب لي هنا المدرب حسن ايه ابدوسوكي طيب لو انت عندك مثلا الاسم عايز تبدل هقف برضو على كلمة مثلا ابدوسوكي وبعد هنا اقول تحريك لاسفل زي كده او تحريك لاعلى المهم اضبط اضبط الشكل الزاكي ليكون بالترتيب من اليسار المدرب حسن ايه ابدوسوكي تمام لو سمحت نعم مكتوب من اليمين اليسار وشو مقصود نفس التبويب تنسيق فين اضغط على الشكل اذي اه ايه من اليمين اليسار طيب من تنسيق ولا تصميم ايه هاده تصميم من اليمين طيب من اليمين اليسار يعني يعكس الكلام يعني ممكن التخدم هادي او حريك الاعلى او الاسفل صح ولا لا لو النص بنفس الترتيب اللي موجود هنا لو النص بنفس النص اللي موجود هنا هتضغط من اليمين اليسار كده عندما هو هنا عكس جاب للمدرب ناحية اليسار حسن دسوكي لكن هنا في السؤال بيقولك ليكون من اليمين لليسار من اليمين للايه اليسار بنفس التنسيقه دي المدرب حسن ايه ادوسوكي شكرا تمام يعني يا شباب زمليتنا بتسأل سؤال الوقت انا خطرت المدرب حسن دسوكي زي كده وجبت المربعات النصوص زي كده بالترتيب لو جيت قلت من اليمين لليسار هو هنا من اليمين لليسار لو ضغطت هنا كده تمام هيجي العكس هيجي العكسي بقى المدرب هنا ناحية اليسار حسن دسوكي لكن السؤال هنا واضح بقولك ليكون بنفس الترتيب المدرب حسن دسوكي من اليمين لليسار يعني وانا بقرأ كده يكون من اليمين لليسار يتحرك الشكل كامل تقصد لو انا ضغطت هنا على اليمين لليسار يعني ضغطت على اليمين لليسار كده تحرك كامل هو مش ده المطلوب يا شباب اه اه يتحرك الشكل كامل اه يتحرك الشكل ايه كامل تمام يعني هنا اليمين يا شباب اللي هو الزاوية اللي انتوا شايفينها ديات لو انا ضغطت هنا كده يبقى تعكس الشكل عارفين زي ايه بالضبط زي كلمة زي الانعكاس الافقي والانعكاس العمودي للصورة نفس الفكرة الانعكاس العمودي والانعكاس الايه الافقي يعني ينفع ولا لا لا ما ينفع اللي انا جاوبته في الاول اللي هو يكون المدرب حسن الدسوقي زي كده من اليمين لليساء تمام لانه هو هنا غير ترتيب الشكل الزكي في الشريحة ستة ليكون من اليمين الى اليسار بنفس الترتيب تمام ما قالش غير الاتجاه لو قال لي غير الاتجاه الشكل كامل يبقى اهم ده تغيير اتجاه او ده تغيير ايه اتجاه او شايفة هنا الحرف ده بيروح ناحية الايه اليسار طيب واضح نشوف السؤال رقم 38 وده من الاسئلة الجديدة يا شباب ادرج الشريحة الاولى في العرض التقديمي الصلاة طيب انا جاوبت السؤال ده امس يبقى في الشريحة ادرج الشريحة الاولى في العرض التقديمي طيب هو ما قالش ادرجها فين يعني ممكن نحطها في اخر العرض هنزل كده في اخر العرض بس عايزكم تقوليه هنجاوب السؤال ده ازاي ده من الاسئلة الجديدة في الاختبارات عايزين ندرك شريحة من عرض ندرك شريحة من عرض من شريحة جديدة اعادة استخدام الشرائح ممتازة تمام انتم ما ذكرتوش يا شباب المحاضرتين اللي فاتوا هنروح نقف هنا عند اخر شريحة واختار شريحة جديدة وبعد كده اختار اعادة استخدام الشرائح وبعد كده اضغط على استعراض وبعدين اقول استعراض من الملف ودور على الملف البي بي تي اكس ده اللي هو ملف الصلاة الموجود في المستندات يبقى انزل وروق على المستندات هلاحظ الصلاة هفتح الصلاة ونقول له فتح تمام هيفتح معايا هين الايه الملف خد بالك بس وبقولك عايزين ندرك الشريحة الاولى مجرد ان انت تضغط على الشريحة الاولى هتجيلي شريحة الصلاة حابب تدرج الشريحة التانية نضغط على الشريحة التانية كمان تمام بس احنا محتاجين الشريحة الاولى بس تمام ما تضغطوش على الشريحتين يا شباب الشريحة الاولى بس يبقى ده من الاسئلة الجديدة اللي بتيجي في الاختبارات ايضا يعني هو كل ده بيجي في الاختبار لكن في اسئلة زودوها يعني في النمزج الجديد ناخد السؤال الاخير تسعة وتلاتين احفظ العرض التقديمي اه السؤال ده مهم جدا احفظ العرض التقديمي على سطح المكتب كملف فيديو تمام طيب انا هقول لكم على الطريقة وهفتح لكم الملف في الفيديو اللي انا عملته علشان ايه هو بياخد وقت شوية هنروح على ملف حد يعرف الاول الاجابة ولا لا الاجابة حد يقدر يساعدنا في الاجابة من ملف وبعد ملف عادل ما انا قلت ملف التصدير تمام طيب من ملف وبعدين نختار تصدير وبعد كده نختار انشاء فيديو وبعد كده نختار هنا يا شباب انشاء لايه الفيديو وبعد كده هنكتب الاسم اللي هو طالبه مني ادرج احفظ العرض تقديمي على سطح المكتب باسم التدريب على الاختبار هكتب التدريب على الاختبار وبعدين mp4 واقول له حفظ طيب علشان هو هياخد معايا وقت شوية هغلق كده واريكم الملف اللي انا عملت ده اللي هو ملف الفيديو اللي انا حولته هتجي تفتحه كده هيحولك الفيديو الى هحولك ملف العرض التقديمي لملف ايه فيديو زي ما انتم شايفين تمام طبعا بالحركات بكل شيء زي كده يبقى انا اقدر الملف بالنسبة للجودة يا استاذ ايه ابي اختار يعني اختار اي واحدة هو طالما ما حددش هنا اختيار معين يبقى انت بتختار الاختيار الافتراضي تمام طبعا ما حددش اختيار معين يعني فانت بتختار الاختيار الافتراضي طيب واش معنة الثواني التي تستغرطها كل شريحة واش معنة ارجع تاني ملف نفس التصدير انشاء فيديو طيب حاضر انشاء انشاء فيديو هنا هنا ده اللي هو ده لا تستخدم التوقيتات فاكرين التوقيتات اللي احنا اخدناها اللي هو كل وقت بتستخدم توقيت معين ايوا احنا سجلناها امس وعملناها فهنا فهنا لا تستخدم Scripture لا تستخدم التوقيتات لا تستخدم التوقيتات طيب ايو ايوش معنة تستغرطها كل شريحة خمس وتواني اعتقدوا لخمس دجاج لخمس وتواني فين التواني اللي تستغرطها كل شريحة من اش شايف اللي تستغرطها دي نعم انت اه سكر المفتوح الحلم أيوة تحت الثواني التي استغرقها كل شريحة لو أنت عايزة مثلا لو أنت عايزة تلغي التوقيتات وانت تحطي مثلا الشريحة تزودي الوقت يعني في الفيديو الشريحة الأولى تقضي عشر ثواني أنت تزبطيها من هنا يعني تمام؟ يعني غير اللي موجود في الفيديو أنت تقدري مثلا تطولي مدة عرض الشريحة على الشاشة تمام؟ شكرا شكرا